خلينا نبدأ ندخل في التفاصيل ونروح لأول طبعاً للموضوع الأهم النهاردة مباراة الأهلي والمقاولين ماذا سيقدم النادي الأهلي في مواجهة المقاولون سعياً للوصول للنقطة 57 ترتبنا الثالث 54 هو رصيدنا من النقاط قدامنا بيرامد برصيد 59 بس لعب مطشين زيادة والزمالك 63 ولعب برضو مطشين زيادة خلينا نروح لزمالنا العزيز فاروق صلاح من معسكر النادي الأهلي المغلق عشان نعرف يوم الفريق مشي ازاي واستعداداته لمواجهة المقاولون واللمسات الأخيرة من الجهاز الفني بقيادة مستر ريكاردو سوارش قبل المباراة فاروق مساء الخير كل التحية للزميل العزيز أحمد سمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين للدورة المصري الممتاز مباراة في غاية الصعوبة زميل أحمد مباراة واحدة من المحطات الصعبة جدا طبعا في مشوار النادي الأهلي نحو درع الدوري اللي نتمنى إن شاء الله يكلل بالانتصار والفوز في المباراة القادمة للنادي الأهلي ومباراة اليوم أيضا وإن شاء الله يتوج النادي الأهلي بطل لهذه البطولة يعني زي زميل أحمد يعني ما قلت طبعا هنقول تفاصيل يوم لعيب النادي الأهلي اللي كان ابتدى مع وجبة الإفطار في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ثم وجبة الغداف كان في تمام الساعة الثالثة خلال لحظاتها تكون المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو سواريش طبعا يعني عقب المحاضرة يكون التحرك لملعب المقاولون العرب اللي أستطيع في أحداث اللقاء اللي أنطلق في تمام الساعة التسعة طبعا على مدار اليوم وتواجدنا في مقر إقامة تفريق للنادي الأهلي خليني يعني أننا نتكلم برضو على مقر الإقامة أو الفندق بيتميز بالهدوء وتوفير الجو المناسب بأول ملائم للعبين للتركيز فهذه المباراة مستر ريكاردو سواريش عقد أكتر من جلسة مع اللعبين مع الجهاز الفني في جلسة سونية جمعتنا بينه ما بين لويس بريرا ورؤول لفاريا محل الأداء ومطور الأداء حديث على بعض النقاط الخاصة بهذه المباراة سواء في الجانب الهجومي أو التاكتك اللي بلعب به فريق المقاولون العرب اللي النهاردة بتعتبر مباراة من المباراة الصعبة جدا للموقف اللي فيه نادي المقاولون العرب وده بيزيد من صعوبة اللقاء زي مولت زميل أحمد استعدادات نادي الأهلي هذه المباراة كانت عقب مباراة مصر المقصة أغلق النادي الأهلي أنا لصفحة مباراة مصر المقصة وقالي التركيز على مباراة المقاولون العرب أمر مهم جدا بيأكد عليه مستر ريكاردو سواريش وهو الثلاث نقاط يعني في ظل الغيابات في ظل الإصابات في ظل حالة الإيجاد وضغط المباريات اللي هدف الأساسي للأهلي في أي مباراة هو الثلاث نقاط وده الأمر اللي بيشدد عليه مصر ريكاردو سواريش في حديثه مع اللعبين الجاز الفني الكابتن سامي الجميع بيتحدث الكابتن سيد كل الأمور بيتكلموا فيها على أهم شيء هو الثلاث نقاط أهم دور على الأداء وكرة الجميلة لكن الهدف الأساسي والأهم حاليا هو الثلاث نقاط طبعا فيه استمرار لغيابات الزميل أحمد للنادي الأهلي عن هذه المباراة طبعا محمد هاني اللي بينضام تراكم الإنزارات عن غيابات النادي الأهلي في هذه المباراة طبعا أقدر أقولك برضو أن فيه مجموعة من اللعبين الغائبين سواء بيرستاو ومحمد عبد المينيم اللي بأكد لك إن شاء الله يكونوا جاهزين مع النادي الأهلي للمباراة القادمة بدءا من مباراة فرق ورورا من مباراة الاتحاد ومباراة المصري تجاه داخل النادي الأهلي أن مباراة الاتحاد والمصري المباراطين اللي اللي يلعبوا في الإسكندرية أن النادي الأهلي عقب مباراة الاتحاد يستمر للإقامة في الأسكندرية لمباراة المصري ويبقى معسكر للنادي الأهلي هناك بالأسكندرية الأجواء هنا زميل أحمد داخل الفندوق التركيزي عند اللاعبين جاز الفني فارد على اللاعبين حالة من التركيز حالة من الجدية لإقتناص الثلاث نقاط أنا بجود معك زميل أحمد لو فيه أي استفسار أو أي تساوي طيب هل متوقع أنه بداية أنه يبقى فيه تغيير في تشكلة النهاردة داخلين دردش شوية فيه شكل الأهلي النهاردة في المباراة مستر ريكاردو سوارش في المباراة الأخيرة لعب 3-4-3 شفنا بعض الوجوه اللي يمكن ما كانتش شاركة قبل كده بدأت أساسي هل متوقع وخصوصا أن أنا كنت أتكلم يا فاروق أنه الأهلي إحنا في خلال 30 يوم جايين عندنا 10 مباراة يعني بمعدل كل 3 يام مباراة فشايف إزاي إراءة مستر ريكاردو سوارش لماطش النهاردة في مواجهة المؤولين يعني خليني زميل أحمد أكد على النفس الأمر أو النقاط اللي احنا تكلمنا فيها طبعا رؤيته وطبعا أنت زي ما حدك قلت أن اللي عندنا في خلال 30 يوم 10 مباراة في غاية الصعوبة وكل مباراة منهم هي مباراة كؤوس مباراة لا تقبل التهاون أو التفريط في نقطة فمباراة صعبة جدا في وقت قصير جدا وده بيزيد من صعوبتها دي المباراة اللي يزيد أكتر من هذا الأمر أن الغيابات والإصابات اللي عندك بتفرض عليك أن أنت طبعا تدي الفرصة يعني المجموعة من اللعبين في بعض اللعبين بيبقوا غايبين على الإصابة طبعا مثل ريكاردو سوارش وطريق 3-4-3 أو 4-2-3-1 لا يعني طرق أو بيحاول يلعب أيضا بأربعة 3-3 لكن يعني مع غياب عمر السلية حاول أنه يرجع مجد أفشا يلعب بجور مثلا حمد فتحي أو ديان ممكن من الفرصة أن يدي لويس ميكي سوني من بداية اللقاء دفع به في المباراة الماضية كلها أمور بيحاول يشغل عليها مستر ريكاردو سوارش خلال 48 ساعة الماضية طبعا الثقة خلاص عندك حسام حسن سواء حسام موجود أو صلاح محسن استقرار في النحية الدفعية في الأداء من ياسر إبراهيم أو رامي ربيع أو أيمن أشرف كلها أمور بيحاول مستر ريكاردو سوارش أنه يعمل تدوير ما بين اللعبين في أضيق الحدود طبعا هو كان فضل أنه رايح علي معلول من أنه يبدأ لقاء المباراة الماضية أمام مصر المقصة وأيضا حمد فتحي فبالتالي يعني بيحاول أنه يدي وقت راح أكتر للعبين لأنه هو يعني متابع الإجهاد البدني طبعا فيه جلسات بتجمع ما بينه اللي طبعا بيتكلم معه على طبعا أجهزة الجي بي أس الموجودة في الناد الأيلي اللي بتحدد طبعا الإجهاد اللي عند اللعبين عضلات اللعب هتستحمل ساعات تدريب قد إيه اللعب ممكن يكون عرضا للأصابات خلال قد إيه وده مستر ريكاردو سوارش بيحاول يتجنبه النوع من سياسة التدوير ملمح التشكيل أو الأمور دي مستر ريكاردو سوارش أي 11 لعب بيتكلم مع اللعبين أي 11 اللعب يكون موجود يكون قادر على الفوس في المباراة بيقول نقطة مهمة جدا زميل أحمد برضو في هذا السياق بيقول للعبين مش معنى أنك خرقت من قيمة المباراة أنك مش خارج الحسابات لا هي المباراة ممكن ظروف المباراة أو معطيات المباراة تكون أوانا محتاج من المباراة أمر تاني وبالتالي معنى خروج اللعب من قائمة المباراة ليس بالضروري سوء الأداء ولكن هو الأمر اللي مستر ريكاردو سوارش بيخلق دوافع للعبين ممكن المباراة يكون محتاج حاجة معينة من المباراة لكن معنى خروج لعب أو أي أن كان لعب خروجه من قائمة ليس لسوء الأداء ولكن بتبقى أمور فنية بتخضع لمستر ريكاردو سوارش واحتياجاته من المباراة إن شاء الله زميل أحمد نتمنى التوفيق للأهل في هذه المباراة زي ما أنت عارف أن المباراة يقودها تحكمية انتقم تحكيم بقيادة حمد عادلة يعون ومحمود أبرجال وهاني خيري ويكون موجود مصطفى متحت على تقنية الفار وعاطف حسين هيكون هو الحاكم الرابع نتمنى التوفيق لفريق نادر أليف هذه المباراة وأنا موجود معك زميل أحمد خلينا ساك أنت قلت لي عبد المنعم وبرسي تاو ممكن جدا يكونوا جايين أو جاهزين بيشاركوا مع الفريق بداية من مطش فاركو الكلام كمان بالنسبة لأنه إحنا بقلنا يمكن من قبل مطش الجونة الناس بتسأل برضو الجمهور شاف أكرم توفيق بيتدرب مع الفريق عايز أعرف منك الوضع بالنسبة لأكرم بالنسبة لطاهر محمد طاهر هل ممكن لأننا طبعا نحتاج في ظل الغيابات الكثير دي أنه أي ورقة تخش مع مستر ريكاردو سوارش تكون ورقة مهمة واحد من الحلول تدي فرصة لعيبة على فكرة تقريبا الفرقة اللي موجودة دلوقتي يا دوبك هي اللي تقدر تكمل بيها فالموقف بالنسبة لطاهر بالنسبة لأكرم هل ممكن نشوفهم قريب مطش فاركو أو بعد مطش فاركو يعني خليني زميل أحمد بالنسبة لأكرم توفيق يعني أكرم ابتدى من الأسبوع الماضي ياخد التدريبات الجماعية تعرف طبعا واحدة من الإصابات الصعبة جدا هي إصابة الرباط الصليبي بتبدأ أن أنت تديله في التدريبات الجماعية بدون التحامات يعني حتى الآن أكرم توفيق شايفينه ظاهر في المران أو التدريب الجماعي تعرف أن أكرم توفيق واحد من اللعيبة دايما اللي عنده القلب والروح يعني دايما بيتميز بالروح والجدية العالية جدا في التدريبات وده أمر الجهاز الطبي فضل مع أكرم أنه في البداية يحاول يتجنب الالتحامات خاصة يعني بعد العودة من الإصابة لكن الشيء اللي أنا أكد عليه زميل أحمد وده يعني هنقولها بلغة الكورة دايما اللعيبة اللي بقى راجع من إصابة يعني إصابة طويلة شوية زي إصابة الرباط الصليبي من الممكن بيبقى عنده رهبة شوية من الالتحامات خلينا أكد لك أن الأمر ده مش موجود بالمرة عند أكرم توفيق أكرم توفيق عايز ينزل للملعب النهاردة قبل بكرة لكن طبعا أنت عارف البرنامج الطبي أو الأمور الطبية اللي وضعها الدكتور رحمد أبو تعب عبلا في التنسيق مع الجهاز الطبي طبعا اللي أجرى لأكرم توفيق هذه العملية أقدر أقولك أن يعني خلال مباراتين أو ثلاثة إن شاء الله أكرم توفيق يكون موجود إن شاء الله في المبارات ويبقى واحد من الأوراق المهمة جدا يعني إن شاء الله عقب مبارات فاركو والاتحاد والمصري يبدأ لكن طهر محمد طهر إن شاء الله على مبارات المصري إن شاء الله يكون جاهز ومن الممكن نلحق مبارات الاتحاد بإذن الله نتمنى إن شاء الله أنا شفت مستر ريكاردو سوارش يمكن معدي من جنبك في طريقه للقاعة اللي هيدي فيها المحاضرة الفنية قبل المباراة هسيبك عشان تتابعوا وتصوروا المحاضرة وبشكرك طبعا شكرا جزيلا طبعا للزميل عزيز فاروق صلاح دي كانت أخبار الأهلي من مقر إقامته طبعا في معسكره المغلق قبل مواجهة المقاولين بساعة بسيطة خلينا نروح لفصل ونرجع بعد الفصل نقابل حضراتكم في السادسة